المشاهدين اليوم معنا فخرة بخصوص أكيد نحن نتعرف أكثر مع الدكتور ضيفي بالستيديو خلينا نحكي أنواع النظارات اليوم هلأ أول إشي سبعة خير سبعة خير لكل المشاهدين الأعزاء اللي عم تشوفونا اليوم اليوم إحنا في عنا حلقة كتير مهمة وكتير بحياتنا مهمة خاصة بتخص أولادنا اللي إحنا عم نربيهم يوم بيوم فإحنا بنا نيجي بس نتذكر بسرعة عن العين العين زم إحنا حكينا كتير مرات طبعا إحنا اليوم عنا موديل جديد للعين جديدة فبنيجي بنحكي على تركيبة العين الأساسية اللي هي عنا القرنية بتيجي عنا داخل القرنية قزحية العين عدسة العين السائل الزجاجي والشبكية والعصب البصري هلا اليوم إحنا رح نيكي على إش كتير مهم بمسي أولادنا اللي هو الحول اللي بيكون كتير ظاهر وغير ظاهر هلا بدنا نيجي إحنا بسهولة جدا نفسر شو يعني الحول وإيش هذا المشكلة العملها بتصير شو الفرق بين الحول وبين الانحراف كيف يعني حول وكيف يعني انحراف يعني بتجينا لأم الفاضل بتقولك عند ابني في انحراف بتيجي إم فاضلتين بتقولك عند ابني في حول شو الفرق التنين ليش كإحنا نسميناهم خينا نسمي كل إش عن مسمياته الأصلية فبدنا نيجي للإش الأساسي إيش هو الانحراف وإيش هو الحول هلا الانحراف زي ما إحنا كنا حكينا الزمان بالحلقات الماضية هو عدم استقامة طول القرنية عرض القرنية بدخل الشعاع الضوء لداخل عين بصورة لا بؤرية هذي إحنا بنسميها الانحراف البصري أو اسم تاني استيجماتيزم أو اللا بؤرية الشعاع بدخل بشكل لا بؤرة ما بكون بؤرة كاملة على الشبكية عشان الصورة تكون صحة بعكس الحول الحول مو هيك الحول العينتين إحنا عنا عين مستقيمة والعين التانية إما داخل للداخل أو خارجة للأعلى أو للأسفل أو خارجة للخارج هذا إحنا عنا الحول الفرق بين التنين فكتير مرات أنا بقول للإميات أو للأهل اللي عم بيجوا معانا أرجو أن نسمي كل شيء حسب مسمياته الأصدية الحول شو هو بالضبط والانحراف شو هو بالضبط يعني كتير ممكن من تساؤلات الأهالي هل فعلياً خلالها نحكي الحول ممكن أنه يجي مع الطفل أو أنه يتطور معه منذ الطفولة أو ممكن فعلياً ينولد ما عنده مشكلة لكن ممكن مشكلة تظهر على كبر نعم هذا الإشي كتير عم بوجهنا وكتير أهل عم بيجونا بهذه الأسئلة بالضبط نفس الشيء ممكن يكون الحول منذ الولادة طفولة ينولد الولاد أو بتعرفي أول من ينولد الولاد لسه ما بيكون بالضبط ملاحظة عليه كل ما يكبر أكثر على عمر خمس ستة شهر بيبلش الأهل يلاحظوا العنتين دغرة في عين طالعة في عين داخلة في عين بيركز فيها في عين معان بيركز فيها فبتبلش العينة فإذاً في عنا حول خلقي بنولد هذا الطفل معاه وفي عنا الحول الثاني اللي هو الحول اللاحق للحول الثاني اللي هو الحول التكيفي الحول الخلقي عادة عادة يحتاج لإجراء عملية أمتى العملية منعملها حسب ما الطبيب بيقرر بعض الفحوصات اللازمة اللي منعملها أول ما يجينا الأهل بيرجعوا معانا بالبيبي منقرر إذا الطفل وجدنا أنه عنده حول بعد إجراء الفحوصات الفحوصات شو هي منعملها منحط أطرات خاصة منتأكد هل الطفل في عنده طول نظر عنده قصر نظر عنده خلل انكساري معين هل بحاجة نظارة طبية مش بحاجة نظارة طبية هل في عنده لسمح الله ما يبيضى ما في عنده ما يبيضى بعدين ما نقرر عنده كل هاي الأسباب بالضبط إذا لسمح الله هنا في عنده مشكلة بالعين أساسية بتركيبة العين زي المي البيضى لازم نعملها عملية ونشيلها زي ما حكينا بالحلات الماضية في عنده خطأ انكساري عنده طول نظر لازم نعالج طول النظر بتلبيس الطفل نظارة زي ما احنا شايفين انه في عندنا عدة أنواع للنظارات في عندنا أنواع كتير مناسبة لجميع الأعمار هل تجي زي رابر؟ نعم عندنا بالمستشفى في أنواع كتير على أساس انها ما تأذي الطفل حتى لو الطفل أخذها شو ما عمل فيها ما بتخرب وحتى لو وقعت معه ما بتأسر وبتكون العدسة كمان نوع بلاستيك مش زجاج على أساس انها إذا لازم حالا نكسرت ما تأذي الطفل وخاصة جدا للأطفال عساس شو ما لعب فيها شو ما عمل فيها ما تخرب ونفس الشي أنواع الأكبر عمر يعني في عنا من عمر أشهر لكل الأعمار للأطفال ممكن لبسهم النظارات الخاصة عساس انها ما تخرب النظارة بسهولة جدا الطفل بقدر حتى يلعب فيها وبعدين بيعود برجع بلبسها أول فترة حتكون بالنسبة لعبة اشي غريب عليه زي راح يتعور حياة جديدة عالم تاني شوية 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 برجع بشوف فيها أحسن وأحسن وأحسن يعني خلينا نحكي تقريبا أداهية المدة الزمنية اللي المفروض يرتديها المريض يرتدي النظارة فيها وممكن بعدها يشوف نتائج يعني حلا احنا بالنسبة لنا بعد ما يجينا الطفل نعمل الفحوصات قررنا أنه اللبسه النظارة اكتشفنا أنه الحاول اللي صار عنده حاول ناتج عن طول نظر بهذه الحالة من لبس النظارة الأهل بغيبوا عنا شهر وبرجعوا لنا السبب برجع الطفل لعنا بنتأكد من هذه الحالة هل بين النظارة العنتين استقاموا صاروا التنتين دغري ولا ما صاروا دغري ولا لسه فردا العين اليمين داخل إلى جوة أو طال على برا هلا إذا كانت لسه العين داخل إلى جوة والعين الثانية دغري بدنا نصير نعالج العين الثانية هلا ليش إحنا منعالج العنتين ليش منعالج الحول منعالج الحول لأسباب كثيرة أهمها شكليا أنه الطفل بالمستقبل بانخراطه بالمجتمع يصير انخراطه فعال مش بالله مستحكوله شوي يغطي عين لأنه في هذه العين مشكلة بتصير في عنده عائقة نفسية مشكلة نفسية ما بدنا إياها في عندنا كمان المشكلة الثانية اللي هي بالعينتين بصير في عندنا إشي إحنا بنسميه 3D اللي هي رؤية الأبعاد الثلاثية الأشكال يعني بصير يشوف مجسمات هلا بعين واحدة ما بصير يشوف هذه الخاصية بتروح من عنده فبهذه الحالة لازم إحنا نجبر الطفل على لبس النظارة إذا لقينا إنه العين لسه وما زالت العين بتحول إلى الداخل بدنا نغطي العين القوية بساعات معينة ممكن ساعة ممكن ساعتين ممكن طول النهار كلما الطفل يكبر نصير نغطي العين القوية عساس العين الثانية تصير تشتغل أكتر وأفضل ويتنتج أكتر لما يستقيموا العينتين بهذه الحالة إحنا منطمن إنه صار يستعمل العينتين منصير نتعلم إنه كيف عم بيشوف الطفل إذا صار يشوف أحسن وأفضل بهذه الحالة إحنا منركن إنه صار في عند الطفل بقدر يصير يشوف ثلاثية الأبعاد بقدر ينخلط بالمجتمع بشكل فعال ما في عنده أي مشاكل نفسية بصير أموره كتير منيحة ولكن إذا لقينا إنه بالنظارة ما عم بيمشي الأمور لسه الحوال الموجود عنده بهذه الحالة لازم نعمل عملية هل فعليا هناك سلوكيات ممكن يقوم فيها الفرد هاي السلوكيات ممكن تأدي خليها نحكي لحوال أو انحراف أو ممكن هل إنه إذا تعرض الشخص إلى خلينا نحكي لحادث معين هل ممكن أيضا إنه يلجأ أو يصير عنده مثل هيك مرحلة خلينا نحكي على كبر مش هو إنه صغير أو مش هي نتيجة خلوقية هي نتيجة حادث تعرض لإله هلا كثير مرات بيصير فيه نحكة العين باستمرار وضع العين وضع الإيد بقلب العين تعرض لحوادث أي عتامة على القرنية أي مشكلة بعين ممكن تؤدي لوجود الحوال عند الطفل السبب اللي هو بيصير فيه عند خطأ انكساري بعين أكتر من عين الدماغ بهم العين وبيضل يأخذ معلومات من العين التانية بهذه الحالة بيصير فيه عندنا الحوال يعني هلأ دائما مشكلة خلينا نحكي الحوال أو مثلا الإنحراف عند الأطفال هلأ فيه مرات بتكون ظاهريا يمكن ممكن الأهل يحسوا فيها وفيه مثلا مثل إنحراف ممكن ما يبين على الطفل نعم فكيف مثلا هاي خلينا نحكي كيف ننصح الأهل أنه يقدروا يعرف إذا الطفل هم عنده مشكلة ببصره هلأ فيه عندنا إشي يسموه حوال كاذب عند الطفل هلأ الحوال الكاذب بيكونوا العينتين مية بالمية دغري ما فيهم أي مشكلة ولكن في عندي مشكلة أو مش مشكلة خلقة ربانية بتكون عظمة الأنفي شوية عريضة زاوية العين بتكون جاي فيها لحمية زايدة فالطفل لما يطلع على اليمين أو على الشمال بيصير في عنده هذه المشكلة أما هي ميج مشكلة هي شي طبيعي جدا طب يعني هلأ نرجع لأسباب الأصلا المسببة لهذا المرض نحكي هل فيه هناك أسباب وراثية ممكن تسبب هذا المرض هل فعليا ممكن إذا فيه خلينا نحكي كذا حالة حوال أو كذا حالة انحراف هل أيضا بعتبر الحوال هو مرض وراثي بالفعل أنه في عنا بعض الحالات سجلات وجود الوراثة داخلة بالأمور ولكن الحالات هذه مش مية بالمية مثبتة مع العمر ومع الزمن تثبت لنا أكتر مع تطور العلم بتصير أكتر وأكتر هذه الشغلات واضحة عنا الوراثة موجودة عنا ولكن لسه مش مثبتة بشكل فعال في بعض الحالات أثبتت وبعض الحالات لسه يعني مشكلة أهل عندهم الأم أو الأب في عنده مشكلة تحول بكون لازم الطفل ينشئ عنده هذه المشكلة مع العلم أنه تقريبا بالولايات المتحدة 4% من الأطفال في عندهم مشكلة حول إما بعين أو بالعينتين طبعا 4% نسبة كبيرة نسبة كبيرة طب هل مثلا خلين نحكي إذا تفرج على شاشة تلفزيون إذا بتعرض لألعاب معينة هل ممكن تأثر فعليا هاي الشغلات يعني حسب خلين نحكي ممكن الأهل بحكموا أنه هاي الشغلات ممكن تزيد بهذا الموقع وأنه هذه الأجهزة هي سبب أساسي بمشاكل طول أو قصر النظر بالأسف لا ما في بالمرة ما في منه هذا الشيء أبدا حتى الإشعاعات الضارة يعني أكيد آخر شيء سمعنا أنه فيه إشعاعات ضارة بتلاح على الشاشات هاي ما بتأثر على النظار على عيون بشكل خاص في عنا أجهزة قديمة وفي عنا أجهزة جديدة الأجهزة القديمة ما فيها إيش إحنا منسمي اللورا دياشن سكرينز اللي هي الإشعاع الأجهزة الشاشات تبعونها بتكون من غير طبقات حماية هايدي بتأزي بتأزي الشبكية مركزة اللي بصار أما الأجهزة الحديثة لا معظمها إذا مش كلها بتكون فيها شاشات حماية طبقة خاصة حماية من الإشعاعات الضارة لشبكية العين اللهم إنه كترة اللعب بهذه الأجهزة بتأدي إن الطفل ما يعمل على الترميش فبتأدي لجفاف بالعين بتأدي لمشاكل بالقرنية بتأدي إلى عيوب تانية بالإضافة لمشكلة الحوال الموجودة عند الطفل طب بدي أسأل له الأسؤال يعني أخير هل فعليا بتحس إنه يعني الحوال هل ممكن يزداد إذا تم إهماله هل ممكن يزداد مع الشخص المصاب فيه نعم بيجينا كثير حالات بالوقت الحاضر إنه الطفل في عنده كان طفل طبعا هلأ شبه كبير بيجي فيه عنده حوال داخلي أو خارجي ويا دكتور أنا حاب أصلح الحوال ممكن إحنا مل على تصحيح العملية شد العضلات بتصير العنتين دوري ولكن بما إنه الدماغ ما عم باخد منها معلومات كفاية ما عم باخد منها معلومات كاملة ممكن تعاود ترجع والعين هذي تحول كمان مرة بهذه الحالة المريض رح يسأل بعد قديش ممكن يظهر هذه المشكلة بعد قديش ممكن العين تعاود تحول ما حد بقدر يجاول ممكن تاني يوم العملية ممكن بعد سنة بعد سنتين بعد عشر سنين ممكن تعاود ترجع تحول عين من أول وجديد السبب إنه الدماغ ما عم باخد منها معلومات كفاية ومعلومات كاملة يعني نحن هلأ بختام لقاءنا حابيني نسمع شوية نصائح للمشاهدين والأشخاص اللي خلالها نحكي عندهم إصابات بمثل هاي المرض أو عندهم أطفال مصابين بهذا المرض هلأ رقم واحد وأهم إشي إنه لازم الأهل يراجع بالطفل بعدة مرات خلال وهو طفل أي ملاحظة الأم أو الأب الأهل بوجود حاول بوجود عين ما عم بيركز فيها الطفل لازم نتوجه للطبيب المسؤول رقم واحد رقم تنين أي مشكلة عدم وضوح ببؤبؤ العين اللي هي إحنا بنسميها حدقة العين لازم نراجع الطبيب في عنا كمان مشكلة تظهر على كبر عند مرضى السكري اللي هي التهابات الأعصاب بتصير التهاب العصب السادس إشي شائع كتير مع مرضى السكري العين بتطلع لبرة أو عادة العين بيصير فيها حول الخارج بيجينا المريض كبير بالسن بيصير في عنده ازواجية رؤية أول سؤال بنسأله كيف السكر عندك السكر مش منتظم فبهذه الحالة من نظم السكر بدي أخذ علاجات مكثفة من ضمن هالكورتزون بنام بالمستشفى فترة من الزمن تتنظم أمره بترجع العين دغري من غير أي عمليات جراحية ولكن مع مراعاة أنه يرتب السكر عنده أكيد يعني هلأ شكراً كتير لإلك بهذا الصباح دكتور زكريا تميمي أخذ صائطة بواجراحة العيون شكراً كتير لإلك واستفدنا كتير اليوم من اللقاء نتمنى كل المشاهدين يكونوا استفادوا من النصاح القيمة التي قدمتنا اليوم شكراً للمشاهدة